طيب لو قلتلك تبتكلمته على مدربين كتير جدا بداية من الألموني من كابتن رمضان السيد بعد كده روحت مع كابتن طه إسماعيل كابتن محسن صالح مين تاني في الإسماعيل بوكير بوكير في الإسماعيل وكان عامل كرة هاي لقوي كابتن طه بصري في الإسماعيل وكابتن طه بصري وصابري المنياوي وبعد كده روحت تريبيزون التوركي وبعدير رجع على النادي الأهل يماني والجوزي وحسام البادري ومين تاني محمد يوسف وكابتن زيزو وكابتن فتح مغروق كابتن فتح مغروق بسم الله ما شاء الله والمنتخب الكابتن جاري وكابتن حسن شحات طيب مين تاني في محطة مصر طيب انت بعد كل مندربين دول من المدرب اللي ساب أثر نفسي في سيد في كابتن سيد محوض وقال فعلا انت من جواك كده كلها بتفتكر طول الرجل ده الله يباريك له لا كل واحد منهم خدت منهم كل واحد دي بحطة معاك الواحد دي بصمة معاك انما في واحد بيأثر يعني هو كابتن رمضان السيد لانه دي كان بدايتي عشان حماك خايف يعني لا عشان كان بدايتي يا كابتن يعني هو اللي بيستقبلك في البداية ده او اول واحد بتشوفه يعني اول مدرب معروف انا اتعامل معاه فده وكان ورمضان كان اسم كبير واسم كبير جدا ودني السقة يعني انا العيب صغير عندي 17 سنة يعني طبيعي ان انا ملعبش في وسط بس هو اقتنع شافك واقتنع بيك بس وكان بيدفع عني بشكل قوي يعني حتى ما حد يتكلم عني بشكل سيء ان انا عادي يعني اه رمضان عنده الحتة اه كان بيدفع عني بشكل قوي طيب لو جينا تكلمنا على كابتن رمضان السيد عمضان حبيبي وصديق ولاب معانا في الملعب في ماتشات كتيرة جدا وكان غيور جدا على الفرقة وميحبش يخصر حتى في المبارات في التأسيمة او في المبارات الودية كان ليه محطات كتيرة معاك بداية زي ما بنقول من الالمونيوم وبعدين جيت النادي الاهلي الالمونيوم هو مشي انت مشيت جي النادي الاهلي كان عادي جيبا انت مشيت بعد كده تلف الايام وسيد معوض يتجاوز بنتي كابتن رمضان هل من حبك لكابتن رمضان كنت عاوز ترتبط به باي صورة من الصور ولا هي برضو الصدفة هي اللي وصلتك لك هي الصدفة برضو غير الصدفة يعني انا كنت لعيب في الإسماعيل لوقتها وحصل لي اصابة وكنت بتعاليك في القاهرة فتعزمت عند الكابتن رمضان يومين ثلاثة واربعة كنا في رمضان كان هو فين كان هو لا وكان مدرب وقتها في بيت روجيت هنا بيت روجيت يعني صرت علاقة من الألمونيوم العلاقة كملت وحب وود العلاقة كملت حد مروح عنده في بيت في رمضان في رمضان فت معاك كنافة يعني مرتين ثلاثة واربعة فبدأت تفتح الموضوع فكان فيه موافقة الحمد لله يعني حسيت ان انا هتبقى حاجة حلوة بالنسبة لي ان انا ارتبط بحد قريب للكابتن رمضان وفي نفس الوقت حسيت من ناحية مراتي ان انا لأ في حاجة ان انا نعم بيصد رمضان في رمضان بتشاء الظروف والصدفة وانك ترتبط ببنته اللي هي الوقت ام ولادك وفي نفس الوقت ام ابنت الكابتن رمضان السايد طب احنا معنا تأجير للكابتن رمضان السايد شو هايقول لك ايه ونرجع تاني معاك بحاجة طبعا كابتن مصطفى عبدو الحقيقة مجري للكره المصرية وافضل جناح جيه في تاريخ الكره المصرية الحقيقة طبعا بنسبة لسايد معاوض اعتقد ان هو يعني يمكن من افضل الباك الشمال اللي جيه في تاريخ مصر الحقيقة كان بيعرف يعمل كرة جماعية بشكل غير عادي في الجنب اللي هو بيلعب فيه او في اقرب لعيبة بتلعب معاها الحقيقة يعني كان بيعرف يضبط مع اي حد في الجنب الشمال بشكل قوي جدا 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 من اميز اللعيبة اللي جات في حادة الباك الشمال سيلة الارابة يمكن هو سايد كمان في الاول خالص قبل يعني ما هو كمان انا كنت مسك نادي الالمونيوم في ناجا حمادي الحقيقة الفريق كبير ويمكن سايد كان في نادي الالمونيوم من ناشئين كنت وفرج على المباراة الحقيقة موليد 16 سنة وعلى اساس ان انا ضم حد معايا في الدرجة الاولى وفعلا شفت المباراة دي ولقيت السايد كان مميز جدا جدا الحقيقة وضميته لان هو يتمرن على طول مع الدرجة الاولى ولعبته دوري ممتاز بعديها باربع تيام يعني هو من 16 سنة وما كانش يتمرن خالص مع الدرجة الاولى الحقيقة ولعب مباراة المصري وكسبنا 3-0 وهو كان نجم المباراة يعني بس ما كانتش بيلعب بقى في الوقت دوت لما كنتش بوصف موظف باكلفت كنت موظف وسط ملعب الحقيقة وكان طبعا نجم المباراة الحمد لله العلاقة كويسة اوي 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 زي ما قلتلك هي مش علاقة زوج بنتي يعني لا علاقة ابني ابني كبير انا بعتبره ابني كبير انا عند احمد وعند محمد زي ما قلتلك هو الحقيقة بناخد رأيي بعض في كل حاجة حتى في شغل انا يعني ما بيجي لنا عروض هو الحقيقة وهو شغال في النادي الاهلي يعني كل اي حاجة بنتنقش فيها بسهولة جدا يعني انا الحمد لله احنا الاثنين طبعا مسلنا النادي الاهلي ويمكن من فترة طبعا كبيرة الحمد لله سيد يمكن برضك حتي تتميز الحقيقة زي ما سيد الحقيقة كان متميز جدا جدا كلاعيب طبعا في منتخب مصر والعيد في النادي الاهلي نجم النادي الاهلي الحقيقة في الفترة اللي هو يعلم فيها لنفس الحكاية الحمد لله يمكن برضك نفس الحكاية انا انضمت في فترة من سنة ثمانين للنادي الاهلي وهو نفس الحكاية انضم برضك من النادي الاسماعيل للنادي الاهلي النصيحة اللي احب بدي قيله دلوقتي بعد ما بطل الحقيقة هو اخذ مجال التدريب اعتقد ان هو ماشي بخطوات كويسة قوي بيدرس عمل دراسات كتيرة الحمد لله وإن شاء الله بإذن الله بتمنى له طبعا التوفيق في مجال التدريب لأنه هو ممكن يبقى من المداربين الكبار جدا في مصر السيد طبعا أنا بقول لك يا سيد الحقيقة أنت مش زوج بنتي أنت ابني ابنة الثالث الحقيقة أنا عندي أحمد وعندي محمد أنت الابن الثالث طبعا وطبعا في الرشا حبيبتي وزوجته يعني الحقيقة سيد أنا بتمنى لك كل التوفيق في المرحلة اللي جاية وبقول لك إن شاء الله بإذن الله وإحنا بنطاقش مع بعض أنا حس أن أنت فيه فكر مندرب كبير إن شاء الله بإذن الله في الفترة اللي جاية هو طبعا يمكن الفترة اللي فاتت كان مع الكابتن حسام البدري في جهاز منطقة بمصر أعتقد أن السيد قادر إن هو يمشي في مجال التدريب بشكل قوي جدا جدا إن شاء الله بإذن الله هتقول إيه بقى للسيد رمضان السيد حباك لا يعني أنا بشكره جدا على الكلام وعلى الأفضل اللي عليه وليه فضل كبير جدا علي من بعد ربنا من بدايتي لحد دلوقتي وأنا بتشرف إن أنا على علاقة ناسا بالكتر رمضان ويعني واحد من الناس المؤثرين جدا في حياتي تستشيروا بعض زي ما بيقول كده في حاجات كتير قوي في كل حاجة إحنا عيلة واحدة فبنتكلم على طول يعني لو أي حاجة أخذ رأيه وهو برضو نفس الكلام